على هامش قمة المناخ قاب 27 بشرم الشيخ شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير واستعادة النظام البيئية لبحيرة البردويل وتنمية شبه جزيرة سيناء وعقب التوقيع أكد مدبولي أن مشروع تطوير بحيرة البردويل وتنمية سيناء يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال المشروع القومي للتنمية الشاملة للبحيرة وذلك في إطار المخطط العام للدولة الهادف إلى تطوير جميع البحيرات المصرية والاستعادة وضعها الطبيعي السابق وأخذا في الاعتبار تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء لما لهذا التطوير من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي وغذائي بزيادة إنتاج التروى السمكية بها فضلا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ترجمة نانسي قنقر